شكى مواطنون في بلدة حوارة في محافظة إربيد من حالة الطرقات المتردية جراء تنفيذ أعمال حفريات لغاية تمديد شبكة للمياه هناك التقرير التالي والتفاصيل تنفيذ أعمال الحفريات لتمديد شبكة المياه من قبل شركات المقاولات وتركها أو عدم إعادة الطرق إلى ما كانت عليه هذا ما ستشاهده في بلدة حوارة بمحافظة إربيد حالة الطرقات باتت تؤرق سكان البلدة والتي وصفوها بعدم صلاحيتها لسير المركبات في الوقت الذي تغيب فيه رقابة الجهات المعنية بحسب قولهم الشوارع عندنا متهالكة بطنة نقدر نمشي بالسيارات بين الشوارع من الخراب اللي فيه عندنا جوار جوارها محفرة لها بحدود شهرين الأولاد وبتأثر على سلامتهم وعلى الكبار وعلى السيارات وحتى مبارح سيارة وقعتون بالمنطقة بالجورة بلدية حوارة أكدت أنها رصدت حالة الطرقات في البلدة بهدف إعادة تصويب أوضاعها بعد الانتهاء من أعمال تمديد شبكة المياه نحن نصبر إن شاء الله عبن ما تخلص شركة المياه من إعادة التجديد لخطوط جميعها سيتم إن شاء الله بالأيام اللاحقة تعبيد جميع الشوارع المتهالكة والبحاجة لتعبيد لكن بوجود شبكة مياه جديدة يعني تم الحفر حاليا في منطقة حوارة صعب أنك تشتغل خلطة وتعبيد سكان بلدة حوارة بدأوا قضاء حوائجهم مشيا على الأقدام تجنبا لتعطل مركباتهم بانتظار تنفيذ أعمال الصيانة للطرقات قبيل دخول فصل الشتاء وتفاقم المشكلة